اكد صاحب السموء الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن حرص الحكومة على تجديد الرقابة على المال العام وتوجهاتها الرامية للتعاون مع الأجهزة الرقابية لضبط النفقات وخفض المصرفات يجعل أهدافها متلاقية مع ما يطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية من دورة لافتا سموه إلى أن التوجهات مستمرة لكافة الوزارات لتحقيق أعلى قدر من التعاون مع المؤسسات الرقابية ومنها ديوان الرقابة المالية والإدارية وكان صاحب السموء الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر الإقضيبية صباح اليوم مع الشيخ أحمد بن محمد الخليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيينه في منصبه الجديد وخلال اللقاء هنأ صاحب السموء الملكي رئيس الوزراء معالي الشيخ أحمد بن محمد بتعيينه في منصبه الجديد مؤكدا سموه أنه جمع بين الخبرة والكفاءة في التعامل مع الأمور المالية والرقابية متمنيا له دوام التوفيق والسداد في الاطلاع بالمهام الموكلة إليه دعما وتعزيزا للعمل الرقابي في المملكة الذي تحرص الحكومة على تعزيزه وتأصيله في كافة الأمور واستذكر صاحب السموء الملكي رئيس الوزراء بالتقدير الجهود الطيبة التي بدلها سعادة السيد حسن بن خليفة الجراهمة الرئيس السابق لديوان رقابة المالية والإدارية في تطوير أداء الديوان منويا سموء بالخبرات والكفاءات الوطنية التي يزخر بها ديوان رقابة المالية والإدارية والتي ساهمت في تنويع الأساليب الرقابية وتعزيز دور الديوان وقد رفع معالي رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب السموء الملكي رئيس الوزراء على توجيه سموه الكريم للأجهزة الحكومية بتعزيز التعاون مع ديوان الرقابة المالية والإدارية ما أدى إلى تمكين الديوان من الاطلاع باختصاصاته ومساعدة الجهات الخاضعة للرقابة في تطوير أدائها وإدارة أعمالها بإسلوب مؤسسية مؤكدان السمرار الديوان في التعاون الوثيق مع السلطة التنفيذية بما تقتضيه المصلحة الوطنية